السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن وفاة التيكتوكر المغربية سناء شيماء بن سعيد زوجة المؤثر المغربي نوري وكانت شيماء بن سعيد قد عانت كثيرا مع مرض السرطان منذ فترة من الزمن ليس طويلة وقبل زفافها قد زفت لزوجها المؤثر المغربي نوري منذ حوالي شهر تقريبا وكان حفل زفاف أسطوري وكبير جدا واليوم يعلن نوري المؤثر المغربي على صفحته وفاة زوجته شيماء بن سعيد في قبر مؤسف جدا للغاية ومؤثر على كل الذين تابعوا العرس الأسطوري الذي يقيم منذ شهر تقريبا اليوم شيماء بن سعيد التيكتوكر المغربية في زمة الله بعد صراع مع مرض السرطان عاشت مع السرطان فترة من الألم لكن اليوم قضاء الله قد نفت ورحلت سريعا شيماء بن سعيد زوجة المؤثر المغربي نوري وكان زوجها قد رافقها في رحلة مرضها لم يتركها لحظة تعاني وحدها الألم واليوم زوج شيماء بن سعيد هو الذي أعلن خبر وفاتها بنفسه وحزنت السحاء اليوم على الناشطة والشهيرة المغربية شيماء بن سعيد زوجة المؤثر المغربي نوري وكتبوا في ودعها كلمات كلها ألم وحزن على فراقها ومن لم يعرف مرضها تساءل عن سبب وفاتها وكان سبب وفاتها أنها كانت تعالج تعالج الرحلة داخل إحدى المستشفيات في دولة الإمارات العربية وكانت داخل المستشفى أمس الإسنين الموافق 19 من فبراير عام 2024 وأعلن عن وفاتها اليوم منثلثاء وتم الصلاة عليها صلاة الظهر على جنازاتها بعد صلاة الظهر وتم دفنها بمقبرة الفوعة في الإمارات وخبر كان صادما وكان محزنا على كل من عرفها والرحلة شامة بن سعيد كانت تعاني من سرطان في الدم فترة ليست طويلة من الزمن وقطفت الموت ظهرة جميلة من أظهر الحياة إلى جنة الكود يعودها الله سبحانه وتعالى عما تحملته من أهلام المرض والمعاناة معه إِنَّ لِلَّهِ وَا إِنَّا إِلَيْهِ رَجُعُوا موسيقى موسيقى